العنوان القادم لأستاذ حسام زايد الأهلي يسعى للتخلص من برونو سافيو صحيح فعلا ده اللي حصل خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة الأهلي بيحاول أنه برونو سافيو يرجع بوليفيا مرة تانية دور البوليفي لسه للقيد هناك مستمر باب القيد لغاية 28 مارس القصة طبعا يعني أنه برونو سافيو لغاية دلوقتي الراجل مارس الكولر مش مقتنع بيه بدليل أنه هو استبعاده حتى من كاس العلم للأندية وما كانش موجود وحصل كلام بقى إيه اللي حصل في المعسكر والكلام ده كله النادي الأهلي كان بيحاول الفترة ولسه بيحاول غاية دلوقتي أنه برونو سافيو يخرج جيروه للدور البوليفي أو أي دوري من الدوريات اللي لسه القيد ما تقفلش فيها على أساس أنه على الأقل يتخلص من القيمة الراتب الخاص باللعب الأهلي قيمته مقفولة كان فيه كلام بقى هل ينفع الأهلي يجيب حد ما كانه لكن بعد غلق باب القيد في مصر هنا ما ينفعش أنه الأهلي يجيب أي لعب حتى لو كان فري من بره فالوضع حاليا أنه الأهلي بيحاول أنه هو بيخرج برونو سافيو سواء على سبيل الإعارة أو سواء على سبيل أنه هو بشكل نهائي في الفترة الحالية ممكن أسألكوا سؤالي أنتم بره الملهج؟ يلا بينا عايزة أخش كده بأس سيلا برده عشان أحس أنه أنا برده بعمل حاجة في البترة ترجمة نانسي قنقر